اشتركوا في القناة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال الإلكتروني المرعي وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 154 وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية كما طلعت اللجنة كذلك على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة في هذا الشأن وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية وقد أكد سعادة مساعد وزير الخارجية أثناء الاجتماع على أهمية وجود اللجنة ومتابعتها لتطورات الأزمة مع إيران وموقف مملكة البحرين الداعم لها وأهمية رصد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مشيرا سعادته بأن مملكة البحرين سوف تزود الأمانة العامة بتقرير عن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وأكدت اللجنة على أن القرارات العربية والدولية التي تدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول المنطقة مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم في ثنائية الأمن والتنمية لشعوبنا تتناسب مع قدراتنا طالما لم تتخذ خطوات جماعية لمواجهة الخطر الإيراني الذي يهدف إلى الهدم والتخريب وزعزعة الاستقرار والذي لا يأخذ في الاعتبار أسس حسن الجوار والالتزام بالمواثيق الدولية ودانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليسية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية بما في ذلك الأماكن المقدسة والذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على ضرورة الامتناء عن تسريح الميليشيات واكدة على دعمها للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من عجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها والاستقرارها ودانت اللجنة ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية الأمر الذي يشكل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية ويعتبر انتدادا للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد أحد أدرع إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة أن هذا الحزب يشكل مصدرا رئيسيا للتوتر ما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكفة الممارسات التي تعرقل جهود أحلال السلام في المنطقة كما تؤكد اللجنة على رفضها المطلق لأي إساءة للرموز والقيادات وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية وذلك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية مرحبة بقرار كل من ألمانيا وكوسوفو لتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وسنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتنة والنعارات الطائفية ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذرعي كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي وذلك بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والسقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولية مؤكدة دعمها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسراي الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من إيران مقرا لها كمنظمة إرهابية وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب ويعكس هذا الموقف صرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الأقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها ورحبت اللجنة باستضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من ستين دولة تأكيدا لدور المملكة الذي تطلع به للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مخاطر الممارسات الإيرانية التي تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر